أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اعتقال جميع أعضاء الشبكة الإرهابية التي خططت ونفذت الهجوم الذي وقع في بغداد الاثنين الماضي وكان الهجوم الذي وقع عشية عيد الأطحى قد أصفر عن مقتل ثلاثين شخصا وإصابة أكثر من خمسين آخرين والتقى الكاظمي اليوم مع أسر الضحايا حيث قدم لهم خالص تعزيه ومواساته كما وجه وزارة الصحة بتقديم كل سبل الدعم للمصابين من أجل سرعة شفائهم هؤلاء المجرمون تم اعتقالهم جميعا ويخضعون الآن إلى القصاص العادل على هذا المبدأ الذي يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون الحمد لله قواتنا الأمنية تمكنت من اعتقال هذه الجماعة الإرهابية من داعش وسينالون جزاءهم وشيكا إن شاء الله يتزامن هذا الحدث مع لقاء لسيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع ضحايا مع عوائل الضحايا الشهداء والجرحى هذا اليوم وقبل اجتماع مجلس الوزراء ورأى رأي العين في لقائه معهم هذه السمة سمة العطاء والبذل لدى العراقيين في الدفاع عن بلدهم